السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة صحتك في معلومة في حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أهمي وأبرز الفوادة الصحية عن فواد الرزميري والنعنيع فكل ما عليكم فعله متابعين الكروم أن تبقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو ولا تنسوا دعمنا باشتراك وليك وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله الفواد الصحية العظيمة لتناول إكليل الجبل والنعنيع معا إكليل والجبل والنعنيع هما مكونين صحيين يغذيين كل جزء في الجسم ويدعمين أنظمته الداخلية ويحسنين المزاج بالإضافة لفوادهم للشعر والجسم وسوف نتعرف أكثر في النقاط التالية على أهم فواد إكليل والجبل أو الرزميري مع النعنيع يحسن الحالة المزاجية إكليل والجبل والنعنيع معروفين بدورهم براحتهم العطرية الجميلة يمكن استخدام كل من هذه الرواح لتهدات أو التنشيط أو التخفيف والتوتر يمكن استخدام كل من هذه الرواح للتهداء أو التنشيط وتخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية بشكل عام لقد ثبت أن زيت إكليل والجبل يقلل من مستوى الكورتزور وهو هرمون الإجهاد يعزز الجهاز المناعي مضادة الأكسادة لها دور في الحفاظ على أجهزتنا المناعية قوية والدفاع ضد العدوة والمرضة لقد ثبت أن زيت إكليل والجبل مفيد بشكل خاص في مساعدة الجهاز المناعية من خلال الاستنشيق عند استنشيقه بانتظام يمكن أن يزيد إكليل والجبل من قوة الجهاز المناعية مما يحسن صحتك العمة يحسن الوظيفة الإدراكية غالبا ما نفكر في المكونات الطابعية باعتبارها مفيدة لأجسامنا لكن الكثير منها مفيد لعقلنا أيضا إكليل والجبل والنعناع قادرين على إفادة أدمغتنا من خلال تحسين تركيزنا وزيادة طاقتنا وزيادة الوعي يخفف الألم على حد سواء إكليل والجبل أو النعناع يمتلك خصوص قوية لتخفيف الألم منذ فترة طويلة تستخدم هذه العشابة في الشاي والحمامات لعلاج جميع أنواع الألم كالصدوع وألم العضلات والألم الالتهابية يمكن فرق زيت إكليل والجبل في الجلد لتخفيف الألم بسرعة ويمكن أن يحفز الدورة الدموية مما يساعد على التأمي الجروح الطفيفة بشكل أسرع يساعد إكليل والجبل والنعناع على تحسين النشاط التنفسية إذا كنت تريد أن تتنفس بسهولة فقد حيناء الوقت لإلتقاء الزجاج من الزيت العطرية إكليل والجبل أو النعناع تم العثور على هذه الزيتة لتوفير روحة كبيرة عندما تعلق الأمر باضطرابات الجهاز التنفسية يساعد الأوكاليبتول والكافورة الموجودة في زيت إكليل والجبل على توسيع الشعب الهوائي في رأتيك وتساعد لتدفق الهواء بشكل أفضل وبالتالي فإنه يساعد في تخفيف عدد من مشاكل الجهاز التنفسية مثل إزالة احتقوان الصدر والأنف والحد من السعيل والبرد أيضا والتهاب الحلق وعلاج أعراض الحساسية التنفسية والتهاب الجيوب الأنفية يمتلك زيت إكليل والجبل أيضا خاصية مضادة للتشنج يزيل التشنجات العضلية التي تعمل بشكل جيد في علاج الرب والقصبية ومن أبرز الفواد الصحية لإكليل والجبل تساعد المكونات الأساسية الفعالة في إكليل الجبل وهي حمضاء الروزا مارنيكا وأهم فواد إكليل والجبل تساعد المكونات الأساسية الفعالة في إكليل الجبل حمضاء روزا مارنيكا وحمضاء الكافينة في مكافحة السرطاني الثادية من خلال خصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسنة إكليل والجبل قد يسر أيضا معالجة الأستروجين عن طريق الكبد ويحتوي على مستويات عالية من فيتامين اي مما يساعد لتحقيق التوازن بين مستويات الاستروجين ان الجمع بين خصوص مكافحة السرطان وموازنة الهرمونات ودعم الكبد يجعل اكليل والجبل بديلا طبيعيا مفيدا لعقار تاموكسيفين لعلاج السرطان الثدي وفقا لكلية طباء المحيط الهدئ وجل الدراسة لثقافة الانسجة نشرت في عدد يونيو 2010 من مجل تغذية النباتات والتغذية البشرية ان اكليل والجبل كان فعلا ضد مجموعة متنوعة من انواع السرطان بما في ذلك سرطان الدم والبورستاتا والسرطان الرعا ولكن هناك حاجة الى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج الاولية يقدم النعنيع رأحة مهدأة من التشنج والانتفاخ والامساك والاسهال المرتبط بمتلازمة القولون العصبية وفق لمطبوعات هارفاردة الصحية المنثول هو العنصر النشط في النعنيع ويعمل على ارتياح العضلات عن طريق منع تدفق الكاليسيوم الرسول الكيميائية يحتوي زيتاء النعنيع على مستويات عالية بشكل خاص من مضادات الاكسادة وجر الدراسة نشرت في عدد 2011 من مجلة جامعة التكنولوجيا الكيميائية والفلزات ان مضادات الاكسادة في النعنيع تنجو من عملية التجفيف وتتواجد فيها الشكل المجفف للعشبة في نهاية هذا الفيديو متابع قناة صحتك في معلومة لو اعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة ان شاء الله اللهم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم